نداء للمسيحيين وللمسلمين في جميع أنحاء العالم لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة بين خيارين هامين إما إدانة العدوان بكل أشكاله أو التخبط في حروب بين الأشقاء والإخوة فالعالم اليوم يقف على حافة حرب عالمية ثالثة رسالة الكنيسة والمسجد والمعبد هي السعي من أجل السلام العالمي بين جميع الشعوب والدعوة للتخلي عن لغة الكراهية والعداء هدفنا الأساس هو تحقيق الاعتراف بالحق في الحياة من أجل كل فرض ومن أجل كل الناس من غير المعقول استخدام الكنيسة والمسجد والمعبد لتبرير العدوان والحروب والإرهاب والتطرف الديني من غير المعقول أن يقتل الناس أو أن يقتل الناس بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو انتمائهم الديني أو اللغوي ومن غير المعقول ابتزاز العالم بالأسلحة النوية القاتلة ففي عالمنا اليوم لا بد من التخلي عن منطق القوة فنظام الأمن الجماعي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق الدول والشعوب الأكثر تدررة ومن هذا المنطلق ندعو المسيحيين والمسلمين جميعا في جميع نحاء العالم للانضمام إلى ندائنا هذا في النضان من أجل السلام ونطالب بوقف جميع أعمال القتل اللامشروع في الدنباس وسوريا والعراق والليبيا وفلسطين وغيرها من المناطق الساخنة في فترة الأعياد المسيحية والإسلامية وبداية تحقيق سلام حقيقي على الأرض الإخوة والأخوات لنرفع شعارنا جميعا من العدوان والفوضى ولا لحرب عالمية ثانية ترجمة نانسي قنقر